اختتمت اعمال الورشة الاقليمية من المقام الاول للاعملنا في المالية العامة للدول العضاء في مجموعة استماك المشاركونا في الورشة ناقشوا خلال يومين مجملا من المسائل التي توحيق اقتصاد دول استماك الجلسة الختامية رأسها الامين العام لبدارة المالية والمدنية تقرير عددين الامين نصر على مدى يومين كاملين من اعمال الورشة الاقليمية من المقام الاول التي نظمت للعاملين في المالية العامة للدول العضاء في مجموعة دول افريقيا المركزية اذ عكف المشاركون على مراجعة الاطار العام للمالية ومدى تنفيذ الاصراحات المعدلة في الدول الاعضاء وبعد الدراسة المستفيدة خرج المشاركون بتوصيات ابرزها العمل على ما توصل اليه مشروع وضع لجنة عملية في نظام المالية العامة لدول افريقيا المركزية والعمل كذلك على دعم الخبراء شبه الإقليميين في القطاعين الفني والمالي واتخاذ القرارات بشأن التطبيق الفعلي لإلغاء الحواجز الحدودية وتبادل المعلومات وكذلك دراسة المواضيع التكملية من أجل زيادة الفرص لرفع الميزانيات المدير العام لوزارة المالية والميزانية خلال ترأسه لاختتام أعمال الورشة هنأ المشاركين على الدراسة المستفيدة التي قدموها خلال يومين من عمر هذه الورشة إذ من شأنها الإسهم في تغيير الوضع الذي تمر به دول المجموعة في ظل الوضع الاقتصادي المتقلب ومن ثم قام المدير العام للوزارة بتقديم شهادات عمل للمشاركين في أعمال الورشة من الدول الست الأعضاء ترأس صباح اليوم رئيس اللين المكلب بشؤون اللاجئين محمد صالح سعيد أعمال الورشة الختامية لمراجعة الحصيلة الصنوية حول سوء التغيير داخل معسكرات اللاجئين في الشرقي البلاد كانت المناسبة بحضورها عدد من العاملين في الشأن الإنساني محردين عبد الشافية الدول اختتمت الورشة الفنية التي وضعت لمراجعة الحصيلة الصنوية حول السوء التغذية داخل مراكز اللاجئين في المناطق الحدودية الشرقية مثل جريضا وفرشناء وغزبيضا هذا وقد عرض المشاركون في الورشة العديد من البرامج التي تخص اللاجئين من سوء التغذية فقد وصلت نسبة الذين يعانون من سوء التغذية إلى 44% إلى جانب قلة المياه الصالحة للشرب وقلة المدارس التعليمية والمراكز الصحية وقد تحدث ممثل المفوضية السامية للشؤون اللاجئين فرع جات عن أهم الأهداف التي شاركت فيها العديد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كما أشعر إلى الأساسيات الضرورية مثل التوفير الأمن الغزائي وكذا النموسيات المؤقمة لمقافة مرض الملارية كما أوضح رئيس اللجنة المقلف بشؤون اللاجئين محمد صالي سعيد عن ضرورة المشاركة بين جميع الأطراف العاملة في مجال حقوق الإنسان ووطع رؤى مستقبلية موحدة لتحسين ظروف الحياة المعيشية والصحية داخل مؤسكرات اللاجئين في شرقي البلاد عقد اليوم عمدة الدائرة السابعة اجتماعاً مع المسؤولين الأمنيين بالدائرة وذلك بهدف يتصدر الظاهرة الجديدة والتي تتعلق بخطف الأطفال والاتجار بالأعضاء اجتماع أمني جمع عمدة الدائرة السابعة مع الوحدات الأمنية بالدائرة ورؤساء الحارات وممثلي سائقي درجات الأجرة الاجتماع يهدف إلى تنظيم العمل الأمني بالدائرة حيث لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار قتل الأطفال وبتر أعضائهم من قبل عصابات مجهولة والاستيلاء على ممتلكات المواطنين بحسب العمدة أشار العمدة مكايلة جبريل على ضرورة العمل المشترك بين الرجال الأمن وسائقي درجات الأجرة والمواطنين لدحر هؤلاء المجرمين عديمي الإنسانية من الوصول إلى أهدافهم الشريرة هذا الاجتماع تناول أيضا كيفية طرق التصدي لمثل هذه العمليات الإجرامية ومحاربة انتشار المخدرات وضبط الدائرة بنظام أخلاقي وقد خلص الاجتماع إلى أن المسئولية الأمنية تهم الجميع وأنه سيتم تكوين خلية أمنية مشتركة لمحاربة هذا الخطر الذي يحدق بمواطني الدائرة السابعة في القريب العاجل كما أكدت جميع الجهات المشاركة في الاجتماع على تطهير على ضرورة تطهير الدائرة السابعة من المخدرات والكحول الممنوعة ترأس مدير التعليم العالية الدكتور بنكو مودي حفل تنصيب المدير الإقليمي للخدمات الجامعية حسن أحمد دموع كان ذلك بحضور عدد من رؤساء المعاهد والجامعات جرت المناسبة بالمركز الوطني للبحوث والتنمية تغرير ياسر محمد أحمد تطبيقا للمادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للمركز الوطني للخدمات الجامعية وبقرار رقم 606 الصادر بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر الماضي والذي تم بموجبه تعيين حسن أحمد جمعة مديرا إقليميا للمركز الوطني للخدمات الجامعية لمدينة أنجمينة هيث جاءت هذه المناسبة لتنصيبه رسميا من قبل مدير التعليم العالي دكتور ديونكو مودي وبخضور المدير العام النائب للمركز الوطني للخدمات الجامعية دكتور أحمد محمد زوجولو مدير التعليم العالي دكتور ديونكو مودي أشار في كلمته أن حسن أحمد جمعة إداري شغل ولفترة طويلة في المركز الوطني للخدمات الجامعية وكذا إدارة التعليم العالي وأن اختياره لم يأتي أنفراق أما المدير العام النائب للمركز الوطني للخدمات الجامعية دكتور أحمد محمد زوجولو طلب من حسن أحمد جمعة الالتزام بروح المسؤولية وأن يكون إداريا ومتعاونا مع الجميع مدير المركز الإقليمي للخدمات الجامعية لمدينة أنجمينة وبعد تنصيبه شكر جميع المسؤولين على الثقة التي أولوه إياها نظم تحالف شباب إفريقيا الوسطى وحركة الشركاء من أيدي التنمية ورشة تدريبية لعضاء هذه الجمعيات في كل من أفريقيا الوسطى وشاد حول التعاوش السلمي والسلامي بين المجتمعات الأفريقية كانت المناسبة بمركز تفوت أحمد ياسين عبد الرحمن دعم لعملية التعاوش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الإفريقية فقد نظمت حركة الشركاء من أجل دعم التنمية وتحالف شباب إفريقيا الوسطى ورشة تدريبية لأعضائهما القادمين من مختلف الأقاليم الجادية وجمهورية إفريقيا الوسطى حول السلام والتعاوش السلمي خاصة في المجتمعات التي عانت من العنف والصراعات والحروب كإفريقيا الوسطى وغيرها من البلدان الإفريقية المستهدفون في هذه الورشة العنصر النسوي باعتبار أن المرأة هي ركيزة المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع منسقة الفتيات والوسطى الاجتماعيين بإفريقيا الوسطى حج خديج حمات المجيدو شكرت الداعمين الماليين والفنيين لهذه الورشة التي من خلالها يمكن دعم عملية السلام وتقوية الروابط الاجتماعية بين الشعوب الأفريقية أما منسق التحالف وحركة الشركة من أجل دعم التنمية إنقرسال سهام جاك وضح أهمية الورشة وأهدافها الرامية إلى تعزيز السلام ليصبح سلوكا وثقافة وسط المجتمعات الإفريقية ونبذ العنف مضيفا بأن المشاركين في الدورة هم شركاء ووسطاء اجتماعيين تعويل عليهم الجمعيات المدنية كثيرا في نشر ثقافة السلام وسط الشعوب شهدات مدينة مصرو حاضرة إقليم بحر الغزال وطع حجر الأساس لبناء مجمع سلثبيل التعليم الاجتماعي الذي تنفذه منظمة البر للإغافة والتنمية بشات آدم حسن المكوي مدينة مصرو حاضرة إقليم بحر الغزال هي المستهدفة والمستفيدة هذه المرة من قبل منظمة البر للإغاثة وتنمية بيتشت التي تعزم على إنشاء مجمع سلثبيل التعليمي الاجتماعي بقلب مدينة مصرو في مساحة تقدر بثلاث هكتار ونص عزيمة قد باتت أمرا مقديا بهذه الخطوة التي قد بدأت بوضع حجر الأساس لهذا المجمع التعليمي الاجتماعي الذي يشكل حدثا ذو أهمية بالغة لهذه المنطقة في وقت تمر فيه الدولة بأزمة اقتصادية خانقة على حد قول منسق منظمة البر للإغاثة وتنمية بيتشت الأمين العام لإقليم بحر الغزا جان كلود في خطابه أثنى على جهود هذه المنظمة الهادفة إلى التعليم والتنمية ممثل وزيرة المرأة والأسرة والتضامن الوطني مدير الشيون الاجتماعية بالوزارة إسماعيل آدم حامد هو الآخر أشاد بهذا العمل التنموي الذي تقوم به منظمة البر طالبا منها السير على نفس النهجة لدعم البرامج التنموية للحكومة هذا وإن المركز يحوي على ملحقات تعليمية تربوية ثقافية صحية ترجمة نانسي قنقر